أستاذ أحمد تحياتي لحضرتك تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين جميعا أنا عايزة أعرف يعني أكيد في محافظات مستهدفة في الزيادة السكانية بشكل كبير وتم تحددها من وزارة التضامن الاجتماعي وحضرتكو شغالين على الخطة دي عايزة أعرف بداية إيه هم المحافظات؟ المحافظات اللي احنا شغالين عليها في مشروع اتنين كفاية هي محافظات وجه إبلي بداية من الجيزة أصولا إلى محافظة أسوان إنجيزة فيوم، بانسويف، المينيا، أسيوت، سوهاج، إنا، لؤسر، أسوان دي كده تسمى محافظات وجه إبلي خطة صعيد يعني بالضبط للنهاية المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الإنجاب والأكثر في معدلات الخصوبة كمان وشغالين في محافظة في وجه بحري ومحافظة البحيرة دولة يبقوا عشر محافظات اللي شغال فيهم مشروع اتنين كفاية للحد من الزيادة السكانية للأسر المستفيدة من برنامج تكافر طيب عايزين نعرف بقى إيه الأليات اللي أنتو مشيتوا فيها يعني وزارة التضامل الاجتماعي بالتنسيق بقى مع جهات معنية في الدولة عايزة عرف الأليات إيه؟ يعني أنا عرفت منك قبل ما ندخر الفقرة أن كان فيه عروض فنية مصرحية أنتو بتقدموها للأهالي في الصعيد عشان والأحياء الشعبية عشان الرسالة توصل بشكل كبير عايزة عرف الأليات أكتر والناس تعرف اللي بتفرج علينا ممكن إزاي يخضوا حتى أهاليهم اللي ممكن يكونوا في الصعيد أو بيشوفوا نموذج أسري للأسف مشواع الخطر الزيادة السكانية من عندهم يقدروا يعملوا إيه معايا؟ تمام هو طبقا للسراتيجية الدولة لضبط النمو السكاني 2015-2030 كان فيها بعض المحاور لكل وزارة أو كل جهة هتشتغل عليها من ضمن المحاور اللي احنا شغالين عليها كوزارة التضامن الاجتماعي استعادة دور المجتمع المدني وأسكاء الجهود التطوعية ده هيتم إزاي أو هنوصل للأسر المستفيدة دي إزاي ونوعيها إزاي من خلال التعامل والشراقة مع الجامعات الأهلية يعني احنا كمشروع اتنين كفاية متعقد مع 108 جامعية أهلية بنفذوا اللي حديث بتتكلمي فيه إزاي هنوعي الناس دي هيوعي الأسر المستفيدة من برنامج تلاقي التكافل عن طريق زيارات طرق الأبواب زيارات طرق الأبواب بتنزل مصقفة مجتمعية بتدربة على رسائل توعوية صحية ومجتمعية ودينية صحيحة بتصح عن مفاهيم الخطأ أو الشعاقات المغلوطة عن تنظيم الأسرة بالنسبة للسيادات المستفيدة ده هيتم إزاي عن طريق زيارات طرق الأبواب بتنزل لأكتر من زيارة خلال السنة من 3 إلى 4 زيارات تقريبا سنويا وبتحاول توجه السيدة دي نومة بتستخدمش وسيلة تنظيم أسرة إن هي تستخدم وسيلة تنظيم أسرة لأن ده أفضل ليها والصحتها والأسرتها عشان نقدر نعزز مفهوم الأسرة الصغيرة وبنعزز مفهوم الأسرة الصغيرة عن طريق الارتقاء بجودة الحياة من الشرط يبقى العدد أقل للأسرة عشان خاطر الحالة الاقتصادية لأ عشان على أقل الأم تقدر تهتم بأولادها الأب يهتم بأولاده ويبقى حضن الأم موجود للناس أو للأسرة أنا هكمل معاك النقطة والجزئية الخاصة بسؤالي لحضرتك اللي هو الأليات اللي أنتو بتوضحوها بس في جزئية ما ينفعش عادي عليها يعني كده تمام زي ما حضرتك وضحت إن بيبقى فيه مفهوم اجتماعي من مصقفة متضربة على كده لكن الجزء الديني أنت عارف أنه هو ليه شق واسع قوي فيه مفهومنا وصقفتنا إن ناس كتيرها تقول لك لا ما هو تحديد الناس اللي ده حرام ما ينفعش ده العي اللي بيجي برزقه أنتو ليه بتوقفوا كده رزق ربنا لينا ده زينة الحياة الدنيا هو الولاء الكلام ده بقى كله زي بتواجهوه لأن للأسف في بعض المفاهيم كده مرتبطة بالدين وهو الدين يعني ليس له أي علاقة بيها لكن فيه ناس بتاخد جزء من الدين وتسيب الجزء إلى آخر فاحنا عايزين بقى إجاباتكو لأي حد بتفرج علينا ومعتقد الاعتقاد ده ومن حق وطالما ما بينش ليه معلومة أو محدش صرح له بالمعلومة لكن بعد تصريح المعلومة لأ فهو مسؤول قدام بقى المعلومة اللي هو عرفها فأنا محتاجة أعرف أن حضراتكم تعملوا إيه في المفاهيم الدينية دي أنا كنت جاي الحديث في النقطة دي لأن دليل المثقفة المجتمعية اللي هي اضربة عليه أصلا هو متراجع من خبراء ومتراجع من المعهد الدولي لدراسات البحوث الإسلامية ومن دار الإفتاء يعني فضلت المفتي تم إصدار كتيب عن وسطية تنظيم الأسرة واتكلم فيها عن أن تنظيم الأسرة غير محرم إنما الناس بتاخد الشكل دوت في اتجاه مغلوط وبتحاول تطلع شائعات عن تنظيم الأسرة أو عن تحديد عدد الأولاد فبيقولوا أن دوت حرام شرعا تلع حديث كتير واحنا معانا كمان فضيلة الشيخ مجد عشور مستشار مفتي الجمهورية كان بيطلع معانا في حلقات بقيقة أسرية إذاعية بيفهم الناس عن تنظيم الأسرة وبيصحح المفاهيم الخاطئة عن الجزء الديني بالنسبة لتنظيم الأسرة